في جبال جنوب غرب الصين التي يلفها الضباب وعلى بعد ساعة مشيا على الأقدام تعيش مجموعة من الأشخاص في كهف كبير يضم ثمانية عشر عائلة عازمة على البقاء فيه وتنعم بلدة زونغ دونغ هذه القائمة تحت الأرض بالكهرباء منذ فترة طويلة إلا أن صلتها الوحيدة مع العالم الخارجي هو مسلك متعرج عبر إقليم جيزو كان يوجد لصوص داخل هذا الكهف لم نستطع بداية العيش داخله ماذا إن عادوا إلى هنا؟ لن نكون قادرين على الهروب لكن عندما رحل اللصوص انتقلنا إلى هنا بيد أن التغيير آتا فقد بنت شركة للتطوير السياحي للتو تليفريك يربط بين هذه البلدة الكهف والوادي بكلفة مليونين ومائة ألف يورو وسيسهل وضع التليفريك في الخدمة اعتبارا من الأول من أيار ما يحييات السكان الذين بإمكانهم استقلاله مجانا على ما تؤكد الشركة إلا أن البعض الآخر ينتقد هذه الخطوة بالتأكيد لن أستخدم التليفريك لأنه يمس بهذا المكان وأصالته الكهف الشاسع الذي يرتفع سقفه عشرات الأمتار يضم منازل مصنوعة من مواد مأخوذة من هنا وهناك تحيط بها كومات من حطب التدفئة وغسلات وغسيل منشور وينتمي غالبية السكان إلى أقلية مياو الأثنية التي تضم نحو عشرة ملايين نسمة في الصين